بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لكلب خصصت مديرية زراعة إربد منطقة حرجية لعزل الحيوانات المصابة بهذا الفيروس مدير صحة إربد الدكتور رياض الشياب قال في تصريحات صحفية إنه تم نقل الكلب المصاب من منزل مالكه في الرمثة إلى منطقة عزل حرجية في إربد تتوفر فيها معايير الرفق بالحيوان والمحافظة على سلامته وأضاف الشياب أنه تم التنصيق مع مدرية زراعة إربد لتحديد مكان مخصص لحجر الكلب أو أي حيوانات أخرى قد تتعرض للإصابة بالفيروس لاحقا وفقا لقوانين وقواعد الرفق بالحيوان المتسقة مع قوانين المنظمات والجمعيات التي تعنى بذلك من جانبه مدير مديرية زراعة إربد الدكتور عبدالوالي الطهات أوضح أنه تم تجهيز المكان بما يتفق مع أصول وقواعد الرفق بالحيوان وتوفير احتياجاته داخل إحدى المواقع الحرجية التي تم توفير حراسة مشددة عليها من قبل العاملين في قسم الحرج موسيقى